التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الكينية نيروبي مع الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا وذلك على هامش مشاركة الرئيس في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الافريقي وصرح متحدث الرئاسة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد تميز العلاقات الثنائية التي تربط مصر بشقيقتها كينيا والأهمية التي يليها للتنسيق والتشاور مع الرئيس روتو بشأن القضايا الأفريقية بهدف دفع جهود الاندماج وصون السلم والأمن وتعزيز الأجندة التنموية على مستوى القارة الأفريقية وهو ما تجسد في كثافة الاتصالات واللقاءات الثنائية بين رئيسين خلال الفترة الأخيرة وآخرها الشهر الماضي في قمة الكوميسا بزنبيا ثم في باريس على هامش انعقاد قمة منثاق التمويل العالمي الجديد من جانبه رحب الرئيس الكني بزيارة الرئيس السيسي إلى نيروبي مثمنا متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين ومعربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها مع تأكيد وجود أفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدول وشعوب القارة وتحفيز المساعر الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات تناول اللقاء بين رئيسين سبل دفع علاقات الثنائية بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقلمية والقارية ومن بينها الأوضاع في منطقتين القارن الأفريقي وحوض النيل والأزمة في سودان هذو تم تناول جهود تنسيق بين المبادرة الرامية لتسويت الأزمة ومن بينها قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر يوم الثالث عشر من يوليو الجاري والتي تتكامل مع الجهود الإقلمية الأخرى الهادفة لإنهاء الصراع والانتقال للحوار السلمية بما يحقق مصالح الشعب السوداني الشقيق ترجمة نانسي قنقر